طيب نتوقف قليلا عند معنوية يعني حتى نوضح فكرة هذه المواد أن هي لها معنى جليل وجميل في نفس الوقت السكن والمودة والرحمة ما بين الزوجين ما الذي يعني احنا عرفنا أسوأ بالرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع أهل بيت الزوجة كيف كانت تتعامل مع زوجها يعني هنا فكرة المودة والرحمة هي عملية تبادلية ما بين الزوجين طبع طبع واجبات هنا الزوجة حتى وله معنويا الزوجة تخفف على زوجها ما الذي يشوفه أو الذي يجده بره في عمله في شغله السيدة خدية رضي الله عنها وأرضاه كانت نعمة الزوج أو نعمة الزوجة لسيدنا رسول الله كانت تخفف عنه ما يجد من أهل مكة ومن أهل قريش حتى يعني لما ماتت وانتقت للرفيق الأعلى رضي الله عنها وأرضاه نبي حزن عليه وسمى هذا العام بعام الحزن ليه؟ كانت نعمة الزوجة لسيدنا رسول الله تخفف كان يذهب إليها فتخفف عنه وتكلمه شضره ينشرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما نزل عليه الوحي وكان أول مرة ينزل عليه صلى الله عليه وسلم النبي خاف أول مرة تحصله وسيدنا جبريل يضمه فذهب إليها وقال لها أزملوني يزملون غطوني أنا خايف وذهب إليها يرتعد يرتعش صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت له وهنا دورها رضي الله عنها وارضاه تخاف على نفسك كلا والله تخافش والله لا يخزيك الله أبدا وهنا الكلام المعنوي اللي يعني يثبت الزوج على ما يجده من تعب الحياة الدنيا كلا والله لا يخزيك الله أبدا عمر وربنا يخزيك ليه؟ قالت له إنك لتصل الرحيم أقرباءك وترح دزرهم وكويس مع أقرباءك ومع أهل بيتك ومع عائلتك وتقري الضيفة الضيوف بتأكلمهم وتقريمهم وتعينوا على نوائب الحق على نوائب الدهر أي واحد عنده مصيبة عنده مشكلة بتروح بتساعده فعمر ما ربنا هاي يخزيك ولا عمر ربنا هاي ضيعة والنبي عليه السلام شال لها هذا شال لها المعروف بتاعها رضي الله عنها وارضاه لما طبعا كان النبي يحبها حب شديد فكان يعني يكثر ذكرها أمام زوجاته صلى الله عليه وعلا آله وسلم حتى غارت السيدة عائشة يعني كانت انتقلت يا رسول الله يعني أراك تكثر من ذكرها وهي كانت مرأة كبيرة وأنت تزوجتها وهي ثيب يعني كانت مزوجة قبل كده وقد أبدلك الله خيرا منها تقصد نفسها يعني بكر وصغير فنبقى لي لا عائشة لا والله ما أبدلني الله خيرا منها ربنا ما أبدلني خيرا منها ليه قال آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس شوف التالت وواستني بمالها حين حرمني الناس سيدة خديجة كانت من أكثر أهل قريش مالا كانت معها فلوس وكانت معها تقارة فأنفقت كل مالها على سيدنا رسول الله مش واجب عليها إحسانا منها إلى زوجها لأنها رضي الله عنها وأرضها كانت تحب سيدنا رسول الله حبا شديدا فكانت تنفق عليه وكانت تعطيه المال خدمة له وخدمة أو حسبة لله تبارك وتعالى حتى يتفرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمور الدعوة ولأمور الدين فكانت تساعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدي الزوجة الزوجة العاقلة جميل أنها تكون سبب في إدخال السرور والمودة والتواسيه والتقف تقف إلى جواله دين طبعا والعكس طبعا والمودة